اشتركوا في القناة تلقينا اسئلة في الاسبوع اللي فات وما قبل الاسبوع اللي فات قلنا ان احنا في الوقت المناسب واتباعا هنتعرض لحلول الاسئلة دي فنهذا ان شاء الله هنتلقى اسئلتكم الجديدة لكن محضرين السؤال الاسلام من الجيزة ومصطفى من القاهرة مسئلتين حلوين وكبار هنبدأ بهم الحلقة وبعدين نخش في باقي قانون يتلقى لكن كالمعتاد تسمحوا لي اني أرحب بأستاذنا الفاضل الجليل أستاذ شعبان عبد الرازق أومر نحن قلنا يعني ايه تباعا كده علشان برضو نبقى ماشيين في المنهج بتاعنا يعني جزء كده وجزء كده كلما قطيحت الظروف أو الفرصة المتاحة ناخد مسألة أو اتنين صح فنبدأ بقى دلوقتي بمسألة اسلام من الجيزة بقالها فترة مسألة حلوة ويليها كمان مسألة مصطفى من القاهرة أو المسألتين متوع اسلام كان بيقول كورة معدنية مسمطة متجنسة كورة معدنية مسمطة متجنسة نص قطرها نق وربطت من نقطة على سطحها بخيط مسابة الطرف الأخر في نقطة ألف على حائط رأسي خشن لترتجز القرى في حالة اتزان وهي على عشق نزلق إلى أسفل الحائط عند نقطة ب فإذا كان قال بي طوله جزر ثلاثة نق وكان معامل الاحتكاك بين القرى والحائط واحد على جزر ثلاثة اجبت أن ظل الزاوية التي يصنحها الخيط مع الحائط جزر ثلاثة على اتنين مع العلم بأن خط عمل وزن القرى يؤثر في مركزها دلوقتي أنا عندي قرى أهو قرى قرى بتستند على حائط رأسي خشن ربطتها بخيط من نقطة على سطحها والطرف الثاني الخيط مسبت في حائط رأسي خشن ده خشن عند القرى بتلامس الحائط عند نقطة ب وزن القرى بيأثر في مركزها الهندازي أعو هيبقى هنا الوزن نجي هنا في رد فيه على عمودي اللي هي ره القرى دي على وشك الانزلاق لأسفل يبقى في قوت الاحتكاك لأعلى قوت الاحتكاك اللي هو قوت الاحتكاك نهائي هتبقى الأعلى كده هيبقى ميم ره وهنا في شد هو عاوز يجيب إيه زاوية ميل الشد على الرأسي أعوز يجيب إزاوية ده أعوز يجيب إزاوية ده بتساوي جزر ثلاثة على اثنين لما نجي نشوف الكرة هنا يا أستاذ محمد هتلاقي متزنة تحت تأثير أربع قوة رد الفعر العمودي ووزن القرى والشد في الخيط وقوت الاحتكاك النهائي يبقى هنا ما ينفعش يطبق قاعدة لام ولا مسالس القوة لا دولاربعة المسألة دي كانت أصلا موجودة بس كان في شرط يبقى القرى متزنة تحت أسيد تلقوة كان المستوى أملس الحائط أملس ما كانش فيه احتكاك نهائي كانوا بس رد فعل ووزن وشد ده في تاني طب مدام حالك بقى فكرتنا في تانية أنا سامع دلوقتي حد بيقول طب هو قال لي كرة معدنية مصمطة متجنسة عشان يبقى أزنها في المتجنسة ومنتظمة ما هي هي متجنسة هي متجنسة في الاخر قالك مع العلم أن خط عمل وزنها يمر بمركزها زيادة زيادة هي من الأول المروف أنه يمر بمركزها يبقى الوزنها بأصل في مركزها الهندس تمام؟ هي يبقى هنتطر نحلل الشدة إلى مركبتين آه آدي مركبة في هذا الاتجاه ومركبة في هذا الاتجاه هيبقى زيادة هي بالتبادل هيبقى هنا في مركبة شين جتاهه وهنا شين جاهه يبقى عندنا نقول كده بما أن القرى متزنة يبقى سين بصفر وصف بصفر سين اللي هي المركبات الأفقية يبقى ره بتساوي شين جاهه سماها نمرت ايه؟ واحد الرأسية عندنا شين جتاهه وعندنا ممره وعندنا الوزن يبقى شين جتاهه زائد ممره بتساوي الوزن يبقى شين جتاهه معامل اللي احتكاك هو من دهولك بواحد على جزر الثلاثة يبقى واحد على جزر الثلاثة وعندنا في رد الفعل العمودي اللي هو ره هتساويه العزوم حوالين النقطة اللي بيمر بيها اكبر عدد من القوة المرات دي احنا اخترنا النقطة دي فعلا بزكاء علشان العواميد اه العمود العمود لابعا العمود ده اتعكسنا يبقى العزوم حول قلب بصفر لما اجد العزوم حول قلبه يبقى الشدي ده عزمه بصفر خلاصنا ومين ره عزمه بصفر؟ يبقى لها عزم ره وإيه هو فريه هتروح لقلب ضده عقرب الساعة يبقى ره؟ اه يبقى البعد العمود بتاعها نق ناقص واو ره البعد العمود الجزر تلاتة نق هيبقى جزر تلاتة نق انما واو البعد العمود بتاعها ايه؟ نق مهون ره البعد العمود ده ايه جزر تلاتة نق يبقى واو في نق بيساوي سفر هنستنتج ان ره هتساوي واحد على جزر تلاتة واو يبقى دي ره هاجا عاوض عالريه في نمرت واحد اهو ممكن اعملها هنا كده يبقى واحد على جزر تلاتة واو بتساوي شين جاهي نسميها واحد كده هنجي نعوض بعد كده اهو واحدة في نمرت اتنين دي شين جاهي هتساوي زائد واحد على جزر تلاتة ره بواحد على جزر تلاتة واو بسوي واو هيطلع شين جاهي هتساوي شين جتهي هيبقى دي تلتي واو هجيب من احры التانية بقى اتنين على تلاتة واو طب نجي دي معادلة اتنين كده طب نحطهم تحت بعض كده اه ونكبر بقى شواء الخط اه هيبقى شين جاهي هتسوي واحد على جزر تلاتة واو التانية شين جتهي معدلتين اتنين على ثلاثة واو دي اللي هيكت واحد ودلي هي اتنين هقسم واحد على اتنين ادي بقسم واحد على اتنين يبقى شين جاهي على شين جتهي هتساوي واحد على جزر الثلاثة واو اتنين على ثلاثة واو شين راحت مع شين جاي على جتهي بظاهي والواو راحت مع الواو يبقى واحد على جزر 3 في 3 على 2 يبقى 3 على 2 جزر 3 اضرب في جزر 3 على جزر 3 هتطلع بجزر 3 على 2 يبقى دا زاوية يبقى اثبتنا ان يظل زاوية يصنحها الخيط مع الحائط هي جزر 3 على 2 دا كان سؤال اسلام من الجيزة من 3 اسابيع يا ربكم بيتفرج علينا اما مصطفى من القارة فليه سؤالين الاسبوع اللي فات برضو سؤاله الاول سؤال كبير محترم هنستعرضه مع بعض كده بسرعة وإجابته كمان طويلة شوية فنرى الأول المسألة بتاعت مصطفى من الكهرب بيقولك ألف بيه قديم منتظم وزنه يرتكز بطرفه ألف على حائط رأسي أملس وبيطار فيه يبيه على أرض أفقية خاشنة حيث معامل الاحتكاك بيسوي تلتين ربط أحد طرف يخيط طوله لام في منتصف القديم وربط الطرف الآخر بقعدة الحائط أسفل ألف رأسي فإذا كان القديم يميل بزاوية هي على الرأسي عندما كان الطرف بها على وشك الانزل بعيدا عن الحائط إثبت أنه الشد في الخيط يساوي هذا المقدار واو في ثلاثة ظاهيه ناقص أربعة على أربعة جاته وإثبت كمان أنه رابط الفعل الحائط عند ألف واو على أربعة ظاهيه في ثلاثة ظاهيه ناقص أثنين هي المسألة متقررة بس هي مشكلتها عشان كلها بالرموز مش بالأرقاء إنما هي المسألة موجودة قبل كده كان الشد ومديك الأبعاد والحاجات دي فكان بتبقى سهلة إنما هي اللي عاملة أزمة مع الطلبة مشكلتها في إنها كلها رموز رموز فلما نجي نرسم الكلام ده هتبقى عندنا أدي حائط رأسي أملس وقضيب منتظم أهو ودي القضيب ألف بي ودي ألف بي طبعا إحنا عارفين قضيب منتظم يبقى وزنه بيأثر في المنتظم واو واو كده هيبقى هنا ريه واحد وهنا ريه ادنين ده خشي المساودة خشي جينا القضيب ده شديته بخيط من المنتصف لغاية نقطة طلاقي الحائط مع الأرض أهو دي طبعا ألف ودي بيأ هيحصل هنا فيه شد في الخيط قال لك القضيب بينزلق بعيد عن الخيط يبقى ماشي كده عندما كان الطرف به على وشك الانزلاق بعيد عن الخيط يبقى هنا ميم ريه ميم بتلتين يبقى تلتين ريه واحد تمام تمام كده طبعا هيبقى فيه شد في الخيط هنا هي فيه حد تهندسة بسيطة لسيد محمد اللي ده في المنتصف يبقى ده بيساوه ده بيساوه ده كمان المتوسط الخارج من رأس القائمة يساوي نصف الوطر فلو فرضنا ده لام احنا احتاجناها كتير قوي في الستيق ده بتمره الكتير بتمره على لام كتير ودي لام ودي لام يبقى الزاوية ده هي بتساوي زاوية الملي اللي فوق فاحنا عاوزين قدي زاوية هي فوقها هو قال لك ان القضيب يبقى يبقى زاوية هي يبقى ديتها نيجي نحلل الشد الى مركبتين هيبقى هنا شين جاهب وهنا شين جاهب بس بلصد المسألة هي بقى مشكلتها في الرموز اللي نشعل عليها دي بقى طيب عندنا برضو القضيب متزن القضيب متزن يبقى سين بصفر وصاد بصفر طيب انا عندي رهي اتنين الى الافقية دي هتساوي رهي اتنين هتساوي تلتين رهي واحد زاية شين جاهب بسبب او دي نمرة واحد المعالدة التانية الرقصية رهي واحد هتساوي شين او واو زاية شين جاهب في حاجة هنا بقى استاذ محمد لازم ناخد بالنا منه انا مثلا هاخدل العزوم حوله به عشان تخلص من تلتر رهي واحد ومخلص من رهي واحد يبقى رهي اتنين هيبقى لها عزم مش كده طبعا يستحسن نخلي رهي اتنين دي يعني يبقى رهي اتنين دي بمعلومات شي عشان نقال العدد المجميل هيبقى بالامكان حل المعادلات حل المعادلات عشان ما توقش يعني انا اللي بختار السكة اللي هامشي فيها اه اه مش ماشي وبعد كده توقف لما اجدل العزوم حوله به هبقى دور على صرفه هيبقى رهي اتنين فهيبقى عندي في المعادلات رهي مشين ورهي واحد طب من الباب اولى من الاول بما اني بتاع الرياضة بقى اه حل الرياضة يعني من باب اولى ادور على علاقة بين الرهي والشين بس لأ عشان لما اجدل العزوم حوله به تمام يبقى انا اتخلص من الرهي واحد يبقى شين ولهي واحد ايوة يبقى جه عوض من اتنين في واحد اهو قبل ما اجدل العزوم هيبقى رهي اتنين اتنين على ثلاثة رهي واحد واو زائد شين انا دائما اه يعني انا قلت قبل كده اه 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 بجيب رهي اتنين بمعلومة واو تمام عادة كده طالما انا هاخدل العزوم حوله به يبقى رهي اتنين لا عزم تمام زائد شين جاهد هيبقى اتنين على ثلاثة واو زائد اتنين على ثلاثة شين جاهد زائد شين جاهد ده رهي اتنين ده نمر الثلاثة هنيجي نقدر العزوم حوله به هيبقى القوى دي كلها عزمها بصفر اللي هي تلت الرهي واحد وشين جاهد ورهي واحد يبقى لها عزم واو وشين جاهد ورهي طيب لما اجد العزوم حوله به عزم واو هتدور ضده اقرب الساعة طب الزاوية دي بتساوي ايه يبقى البعد العموده مقابل يبقى الوطر في جيب الزاوية يبقى لما اجيب عزم واو هقول له واو فلان الزاوية الاخيرة دي بتساوي هي بالتناظر عشان اختها فوق بها اه او بالتبادل برضو هي هي اه مع اختها اللي تحت اه يبقى هي هي بالتناظر فوق تمام يبقى واو في البعد العمود يبقى لام بها هي تمام طيب عزم واو طبعا دي حازم واو يبقى يبلق عزم واو ريه 2 و وهشين ريه 2 هتدور محاقرب الساعة او انا بنفاهم بس الطلبة اذا اخطي العزوم تمام طيب في البعد العمود ده يبقى مجاوت اي يبقى lesvers زوسف لما أخطي العزوم حولها به احنا قلنا بقى واو في لام جاه ناقص ريه اتنين قلنا اتنين لام هيبقى البوض العمودي بتاعنا هيبقى نتيجي نبص على الرسمة و احنا بنكتب كده يعني فين العواميد ايه ممكن نخلي ريه اتنين البوض العمودي ده مجاور يبقى اتنين لام جتهد اهو اتنين لام جتهد اتنين لام جتهد ايهو الشد. شين جتها هي. ضد اقرب الساعة. البعد العمودي مقابل. يبقى اتنين لام جاهة. تمام. يبقى عندنا زائد شين جتها هي. ايوا. في اتنين لام جاهة. حل. ايك الكلام ده بصفر. تمام كده? تمام. طيب هنبص التاي اللام راحت مع اللام راحت مع اللام. يبقى واو جاهة. نقص. نيجي بقى ري اتنين انا قلت جيبها بمعلومية واو شين. فانا عندي ري اتنين اه هي. تلتين واو زائد. اه تلتين شين جتها هي. زائد شين جا هي. نعوض عنها بري اتنين هنا. يبقى اتنين جتها هي. اشيل بقى ري اتنين وحط قمت. اللي هي اتنين على تلاتة واو. زائد اتنين على تلاتة. شين جتها هي. تمام كده? زائد شين جا هي. دي كلها ري اتنين. نقف القص. خلاص? زائد. فاضل دي. زائد اتنين شين جا هي جتها هي. ايه الكلام ده بصفر? حلو. تعال نفك بقى الكلام ده. ادي واو جاه هي. هضرب الاتنين جتها هي جوه هنا. يبقى سالي. اربعة على تلاتة واو جتها هي. نقص. اربعة على تلاتة شين جتها تلبيح هي. نقص. اتنين شين جا هي. جتها هي. زائد اتنين شين جا هي. جتها هي. ده بساله ده الموجة بدول راحوا مع بعض. اه. دول راحوا مع بعض. هيبضل عندي بقى مين? واو جاه هي. نقص. اربعة على تلاتة واو. جتها هي. نقص. اربعة على تلاتة شين. جتها تربيح هي. احنا عاوزين نجيب بقى ان شاء الله ايه. عاوزين نجيب شين. صح? هجيب دي نحط تاني. يبقى واو جاه هي. وعايزين الشين دي تطلع واو. وزاه هي وجتها هي. اربعة على تلاتة واو جتها هي. بنساوي اربعة على تلاتة شين جتها تربيح هي. انا عاوز الشين. يبقى هقسم على اربعة تلاتة جتها تربيح. اهو. هنقص. هنقص. اربعة على تلاتة واو جتها هي. على اربعة على تلاتة واو. اربعة على تلاتة جتها تربيح هي بس. هنقص. لو خدنا فوق واو عامل مشترك. هنقص. اربعة على تلاتة جتها هي. تحت اربعة على تلاتة جتها تربيح هي. هات ساوي. هم. التلاتة ممكن تطلع فوق. هم. مش كده. او خلديها ايه. قد الاربعة دي بره. وهو على اربعة. جاهي. على تلاتة جتها تربيح هي. هم. نقص. انا خدت الاربعة دي بره. هم. يبقى اربعة على تلاتة جتها هي. على تلاتة جتها هي. هم. تربيح. ادي واو على اربعة. التلاتة تطلع فوق. اهي. هنا دي جتها تربيح. هم. عبارة عن جتها في جتها. هم. طيب. والجاعة لجتها لوحدها بزا. اه يبقى زاهي على جتها هي. هم. نقص. هم. التلاتة دي راحت مع التلاتة دي. هم. والجتها دي راحت مع التربيح. يبقى واو اربعة على جتها هي. هم. يبقى واو على اربعة. الجتها هي المقامات متوحدة. يبقى تلاتة زاهة نقص اربعة. وهو دل انا كنت عايز. ده طالع. هي. مش استاتيكة. هي. اكتر من الستيكة هي معادلات يعني حساب ندى النور انما كفكرة هي نفس الافكار متكررة بس كانت بارقام وانا بعتقد اسم محمد ان مثل هذه المسائل اللي هو مش هاوز يمتعنك في توحيد مقامات في حاجات من دي هو عاوز يشوف المفاهيم بتاعتك تمام احنا يمكن قبل الحلقة ما تبدأ اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا يعني مش هنستفيد فيه قوي احنا مسألة مصطفى خلاص حلناها لكن برضو احنا ممكن نقول وجهة نظرنا كده في حلالة المسألة في الامتحان معلش مش هتبقى طويلة قوي كده لكن قد انت اتمرنت اخدت مهارات اثناء حلها المهارات دي تنفع في المسائل تانية تبقى اثر من كده شوية تمام كده اعنما في الانتزال العام غمره ما هيجب له مسألة بالطول ده بس انا برضو حل برضو اتعلمنا مهارات وزاو حدنا المقامات طب هو فاضل فاضل ايه بقى اه كمان رد الفعل عند الف بيسواوا على الاربعة ظاو دو ازيجب يعني ايه ريه اتنين فانا عندي ريه اتنين اصلا اهو اهو ريه اتنين اهو اهو اكتبها لكم قدامكم اهو اتنين على تلاتة واو زائ اتنين على تلاتة شين جتهت زائت شين جهت اهو اهو ادي اتنين على تلاتة واو خد ده شين برا هيتبقى اتنين على تلاتة جتهت زائت جهت هيبقى ريه اتنين عبارة عن اتنين على تلاتة واو زائت شين بقى وحط قيمتها احنا لسا جامل لا واو على اربعة فيه ثلاثة ظاهي ثلاثة ظاهي مع اثاربعة مع اثاربعة على جتهت في القز ده اتنين على تلاتة جتهت زائت جهت تمام كده يا سيد محمد هنتطر بقى نضرب الاخواز دي ببعضها هيبقى عندنا حتى هو ريه اتنين اتنين على تلاتة واو زائت واو على اربعة جتهت هيتبقى هنا تلاتة ظاهت نواقص اربعة في اتنين على تلاتة جتهت زائت جهت اتنين على تلاتة واو زائت واو جتهت اربعة جتهت هنتطر بقى نضرب الاخوازين دول فبعض لما نضرب الاخوازين دول فبعض هيبقى ثلاثة ظاهي في تلتين جتهت هيبقى عندنا هيبقى ثلاثة ظاهي في اتنين على تلاتة جتهت زات تلاتة ظاهت في جهت نقص أربعة في اتنين على تلاتة جتهت زات أربعة جهت لما نجي ندخل الجتة دي جوه هيبقى اتنين على تلاتة هندخل الجتة دي جوه يبقى دي زائد على أربعة هيبقى الثلاثة دي راح مع الثلاثة ديت يبقى ظاهت في اتنين جتهت على جتهت زائت تلاتة ظاهت في جاهت على جتهت نقص تمانية على تلاتة جتهت وفي تحت جتهت زائد أربعة جاهة على جتهت هنبص تا بقى السلس محمد نلم دول بقى بالرحمة عشان يبانوا بقى لما نيجي بقى جتهت راحت مع جتهت وهنا جاهة على جتهت بزاه هتبقى زا تربيع دي والجتهت راحت مع الجتهت ودي بقى بزاه يلا بقى دي بقى بزاهة ده بنكتب الكلام ده اتنين على تلاتة واو زائد واو على اربعة هيبقى عندنا اتنين زاهة زائد قلنا دي تلاتة زا تربيع نقص تمانية على تلاتة زائد اربعة زاهة يبقى اتنين على تلاتة واو زائد واو على اربعة اربعة زاهة واتنين زاهة هيبقى عندنا هتبقى دية هيبقى ستة زاهي زائد تلاتة زاو تربية ناقص تمانية على تلاتة دخل واو على اربعة دي جوه اهو تلاتة اي اتنين على تلاتة واو زائد هتبقى دي تلاتة على اربعة واو زاهي زائد تلاتة على اربعة واو زاه تربية ناقص اتنين على تلاتة واو دي راحت معدية هتلمي الكلام دي هترعى في الاخر واو على اربعة في زاهي هيبقى تلاتة زاهي ناقص اتنين في الاخرى اتطلع كده وهو المطلوب احنا قلنا من شوية انه رأينا فيها ناقص طويلة لكن فكرتها نشف انما احنا بنتعلم من حلها مهارات تنفع في مسائل اخرى من اللي هي موضع سؤال في الامتحان بس اسئلة اخرى من اللي هي موضع سؤال في الامتحان طيب نرجع بقى نستكمل كلامنا في قانون يوتن الاول اللي كنا مدهناه بانه كلمة السر عند الطالب هو كان في مسائلتنا سؤال محمد برضو بتاعت مصطفى بس لتالي كنا احنا اسألت اسبوع فهي على يوتيوب موجودة لو دور هيلاقيها ومع ذلك برضو هي من ضمن المسائل اللي موجودة عندنا ان شاء الله في اقرأة فرصة نحاول نستعرضها مع بعض او ان كان حتى في المراجعة ان شاء الله كنا بدأنا في الاسبوع اللي فات بقانونيوتنا الاول بعد مفهوم كمية الحركة واستعرضنا مسائل على قانونيوتنا الاول قلنا كلمة السر انه جسم يتحرك باقصى سرعة او بسرعة ممتازمة او حركة ممتازمة او حركة ممتازمة يبقى محصلة القوى المؤثرة عليه بسفر بالتالي اصبح هناك جسم متحرك تحت تأثير مجموعة من القوى محصلتها بسفر تمام كده واشتغلنا على الكلام لبعض مسائل اشتغلنا حركة افقية وحركة رأسية نجي بقى الحركة الممتازمة لاعلى مستوى مائل على الافقي بزوجة سائل مائل يعني مش حركة افقية ولا رأسية حركة على مستوى مائل اذا كان القوى قاب في اتجاه خطة اكبر من اللي احلى هوا يبقى عندنا الوزن بحلهم مركبتين يبقى ووجة هي ووجة هي يعني محل الوزن في اتجاه المستوى ونعمود عليه طالما الجسم ده طالع بحركة بسرعة ممتازمة او باقصى سرعة او بحركة بحركة ممتازمة يبقى القوى اللي فوق بتسوي اللي تحت يبقى قاب بتسوي ووجة هي زائد المقاومة حل تمام عشان المقاومة بتبقى في اتجاه مضاد لاتجاه حركة الجسم وعندنا رد الفعل بيساوي اللي هي ووجة هي حل طب لو قاف مائلة يعني اصلنا بقوى بس مائلة على المستوى مائلة على خطة اكبر مائلة اه حلتقى لقى مركبتين قاف جة هي وقاف جة هي برضو ده ماشي بحركة منتازمة يبقى قاف جة هي بيساوي ووجة هي زائد مين وبرضو هنا رهزة قاف جة هي بتسوي ووجة هي تمام طب لو احنا فرضنا عندنا الجسم متحرك لأسفل بقى اه بقوى قاف برضو الأسفل هاو برضو الحاجات السابتة موجودة يا استاذ محمد ان هي الوزن بحل المركبتين قاف لأسفل برضو نازل بسرعة منتازمة او باقصى سرعة يبقى عندنا قاف زائد ووجة هي بيساوي مين وبرضو ريه بيساوي ووجة هي هنا حتى بقى زادة من عمدي افرض الجسم يتحرك بتأثير وزنه فقط برضو سرعة ايه منتازمة مفيش قاف يبقى لابد النواء الجاي بيساوي مين وهم رأي استاذ محمد على المستوى المائل الجسم المش هينزل على مستوى مائل ان اذا كان فيه مقاومات بسرعة منتازمة طب لو بعجلة لا بأظل بمستوى املس مش هايز بقى سرعة منتظمة لازي يكون في مقاومات زي ما نشوف قدام مش هيبقى في حاجة تضاد مركبة الوزن فمش هيبقى سرعة منتظمة ازاي ده اكيد هيتحرك لأسفل بعجلة وهنشوف قدام الكلام يبقى عندنا انا لو ما يشتعى تأثير وزنه فقط يبقى مين بيسوهه زاهي ووجههه وريه بيسوه وجتهه طب نشوف بقى مسائل على الكلام ده اول مسألة بقى تطبيق مباشر على الكلام البسيط الجميل ده بنقول فيها جسم وزنه 225 ثقل هتظهر حالا معنا ونقراها ده جسم وزنه 225 ثقل لكيلو جرام بيتحرك في خط مستقيم على مستوى ميل على الافقي بزاوية قياسها هي حيث جيب الزاوية هي بسبعة على 25 ونعدل الورقة تحت تأثير قوة قاف موازية للمستوى يعني في اتجاه خطة اكبر ميل ونقدرها 180 ثقل فإذا كانت حركة الجسم منتظمة إيه وجد كل من كلمة حركة الجسم منتظمة سلس محمد خط تحتها خط تعفل تطبق قروت الأول كلمة حركة الجسم منتظمة إحنا قلنا بقى كلمة السر إما جسم يسير بأقصى سرعة أو بسرعة منتظمة أو بحركة منتظمة إيوجد كل من المقاومة وكذلك ضغط الجسم على المستوى اللي هو ربض الفئة للعمور بنيجي بقى طلبية مباشرة على الكلمة اللي احنا قلناها دلوقتي اهو ادي جسم طب ممكن سأذنك في حاجة قبل الجسم من نرسمه مسألة ببسيطة وكل حاجة سامح حد بيقول انتو بتقولوا حركة منتظمة يعني سرعة منتظمة حركة منتظمة يعني سرعة منتظمة يا سيد محمد الحركة منتظمة شرطية هو بيقول ايه بقى انا موافق انه حركة منتظمة يعني سرعة منتظمة بس انا سمعت في تانية سانوي انه في حركة منتظمة وحركة منتظمة التغير وحركة متغيرة اوي اوي في اللحظة واحدة نكتب لك التلاتة حركة المنتظمة الحركة المنتظمة يتوفر شرطية النتجة المسار سابت يعني المسار خط مستقيم الشرط التاني يبقى السرعة سابتة يعني سرعة منتظمة سابتة وكمان المسار خط مستقيم بتاع الحركة خط مستقيم إنما الحركة متوازسة بقى التتغير إن السرعة بتتغير بمقادير متساوية في فترات زمانية متساوية أيهional الفترات زمانية متساوية يعني السرعة بتتغير بس تغير بمقدار целها هذا المقدار الثابت اسمه العجلة يعني مثلا كان سرعت ا所 بار بار متر ع السنن بعد سنة بقت ستة بعد سنة ثانية بقت تمانية يبقى السرعة بتتغير بمقدار ثلاث اللي هاتين دي بقى تنين متر ع السنة كل سنة اسمها الحجل المنتظم اتنين متر على الثانية كل ثانية يعني اتنين متر على الثانية تربيه ايه بدي العجل ودي وحدة قياس العجل وما الحركة المتغيرة يبقى عندنا الحركة المتغيرة بقى ما فيش انتظام بدي يبقى اربعة بقت ستة بقت اتنين بقت سبعة طيب انا ليه انا بقى ممكن عاك تكتب بس الحركة المنتظمة تحتها منتظمة التغير تحتها الحركة المتغيرة حركة المنتظمة الحركة المنتظمة الحركة منتظمة التغير الحركة منتظمة التغير الحركة المتغيرة منتظمة التغير الحركة المتغيرة الحركة المتظمة العجلة بصفر آه ما طلبة عارفين كم دا بسهت طب نكمل بقى السطرين دول الثالثة العجلة دالة في الزمن آه متغيرة يعني دالة في الزمن بس كده حاجة بقى هيسأل بقى حركة منتظمة ثلاثة اهم العجلة في صفر ولا برقم موجب او سالب ولا دل في الزمس نرجع المسألة بقى نيجي بقى بيقولك ايه عندنا جسم قادي موضوع على مستوى مائل الجسم وزنه 225 اهو هيبقى احنا زي ما احنا عارفين كل الطالبة عارفين الكلام دا من الستيق اهو الوزن حللنه مركبتين هيبقى هنا دا 225 دا هي يبقى دا 225 جاه وهنا 225 جاه وهنا عارف جي الجسم عامل ايه بقى الصنقى طبعا هم تديه جاه ب7 على 25 طبعا يبقى دي كياب 24 تحت اسير قوة موازية الخط اكبر مين يبقى قوة فوق كده اهو موازية الخط اكبر مين يبقى عاملة كده اهو قافة مية وتمانين اوقاف دي بمية وتمانين سوك لكيلو كرام فكاة الحركة منتظمة هقوله كده بقى بما ان الجسم بما ان الجسم متحرك حركة منتظمة اقول لي نفس انا يبقى قانونة الاول يبقى محاصيته القوة بصفر يبقى القوة اللي في تجاه المستوى الفوق بتساوي مركبة الواسطة يبقى ميتين خمسة وعشرين جاهة مش كده يبقى عندنا هنا وطبعا فينا مين زائد مين قاف بمية وتمانين ميتين خمسة وعشرين جاهة سبع على خمسة وعشرين زائد مين هقدر يطلع على المقاومة في الحالة دية هتطلع المقاومة بمية وتمانين وسبعتاشر سوك لكيلو كرام يبقى مية وسبعتاشر سوك لكيلو كرام عاوزة الضغط على المصالبة عايزة يجيب رد الفعل بيساوي ميتين خمسة وعشرين جاهة يبقى ميتين خمسة وعشرين جاهة اهي باربعة وعشرين على خمسة وعشرين هيتطلع بميتين وسبعتاشر سوك لكيلو كرام تمام طيب برضو واحدة تاني استاذ شعبان رغم انها مسألة بسيطة جدا ومسألة توضيحية تعالى كده يعني اتناقش مع هدك في عشر ثواني ماشا كان فيه اي اشارة من قريب او بعيد في معطالات المسألة لانه القوة المؤثرة على الجسم جعلته يتحرك حركة منتظمة لا اعلى هو مع القوة هتجره الفوق لا فيه سؤال عشان كده بقى انا عايز اتناقش مع حضرتك هو دايما القوة الاتجاه الاعلى مستوى خط اكبر ميل طبعا هتحركه الاعلى حضرتك هل دايما القوة دي تؤثر في الجسم فتجعله على وشك الحركة الاعلى او متحركة الاعلى ولا احنا متفقين على ان احنا في الغالب بنقارن لا لو انت قرنت هنا ما هنا ماتين خمسة وعشين اتجاهه المقارنة دي يتقدام شوية وعملناها كتير في الاستاتيك لا بس ساش عباد بشكل عام هو مش معنى ان القوة الاعلى يبقى الجسم المتحرك لاعلى متفقين ممكن القوة الاعلى يبقى الجسم المتحرك لاسطة عاصل دي متين خمسة وعشرين وهي بمجرد النظر هتلاقي دي مية وتمانين والتانية تلاتة وستين يبقى المقاومة الفوق ولا مع السغير مع السغير وهي عاصل حاصل كيقول لك تخائر انا بس اقول انه ما قالشي صراحة او تلميحا هو فين اتجاه الحركة فانا ممكن احسبها كطالب احسبها مين اكبر بعدها بقى سيارة وزنها واو سيارة وزنها واو فوق لطن يمكنها الهبوط بسرعة منتظمة خط كده على منحدر يميل على الافقي بزاوية قياس هيه دون استخدام محرك السيارة واذا استخدم محرك السيارة بكامل قوته فانها تستطيع ان تصعد نفس المنحدر بس بسرعة منتظمة اوجد قوة هذا المحرك محرك السيارة اذا كان الوزن اربعة ثقل طن واليه تلاتين درجة علما بان المقاومة لم تتغير في الحالتين هنرسم رسمتين اه الرسمة الاولانية الجسم بيحبط بسرعة منتظمة ايه اللي هينزله مركبة وزنه طبعا اللي هي واو جاهة هينزل كده ايبا دامية عاوست اعمل رد الفائل عامود عاوست اعمله خلاص احنا حافظين مش هيفوش معا في الحركة اهو يبقى الجسم هابطة بسرعة ممتظمة ممتظمة يبقى ممتظمة 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 اه أه وأدم صع ايا بسرعة ransom بسرعة برضو مستظمة يبقى قاف بنسى انتم مين زائد ههجة عشان soccer شكل الكلام ده هيمرو علىها كتير يا السيد محمد حكاة المقاومة بمتظري говорش والعجات دي المقاومة هي المقاومة يبقى ووجهة زائد ووجهة يبقى قاف بنسى و تنين ووجهة قالك وزن الجسم كان بأربعة سوك لطن يبقى أربعة في ألف في جاء تلاتين يبقى تمانية في ألف في نص يطلع أربعة تلاف سوك كيلو جرام تمام واحدة برضو هي زاوية اسمها يه بس احنا مشناها هي مش هتفرق ناخد بقى حاجة مختلفة بيتكلم عن سيارة مسألة جديدة بيقول سيارة وزنها ستة ثقل طن تسير على طريق أفقي بسرعة منتظمة وحالا هتظهر معنا المرة دي سيارة وزنها ستة ثقل طن تتحرك على طريق أفقي بسرعة منتظمة وعندما وصلت إلى منحضر يميل على الأفقي بزاوية جبها واحد على خمسين أوقف السائق المحرك يعني هي كتماشى على طريق أفقي ولقيت منحضر أما بطل المطور وهتنزل تنزل تحت حسين وزنها وزنها بس فأوقف السائق المحرك فهبط المنحدر بسرعة منتظمة أيضا فإذا كانت مقاومة المنحدر لحركة السيارة تلت تربع مقاومة الطريق الأفقي فأوجد مقاومة المحرك على الطريق الأفقي دلوقتي السيارة كانت ماشى على طريق أفقي بسرعة منتظمة أهو قادي السيارة وقادي قادي قوة المحرك وقادي مين ماشى بسرعة منتظمة قابنها يا منحضر قوب ريعة نزلت عليه أهو لما جات العربات اللي نزلت على المنحضر وقفت قاف ما اللي نزلها مركبة وزنها اللي هي ووجه يبقى في مقاومة هنا ملهاش مش زي المقاومة اللي فهم قالش المقاومة واحدة نا ده بالعكس كانت مقاومة المنحضر صراحة أنا هو تلت تربع مقاومة الطريق الأفقي يعني مين شرطة تلت تربع مين نمسك الأول السيارة الهابطة على المنحضر هابطة بسرعة ايه؟ منتظم هابطة بسرعة منتظم يبقى خانونة الأول يبقى مين شرطة بتساوي ووجاهه وزن سارة ستة سوكلترن يبقى ستة في ألف في جاية واحد على خمسين يبقى مين شرطة لما تعسبها هتطلع تطلع مية وعشرين سوكل مية وعشرين سوكل كيلو جرام أنا عندي مين شرطة تلت تربع مين يبقى مية وعشرين تلت تربع مين أدري أجيب المقاومة يبقى مين بتساوي مية وستين سوكل كيلو جرام نجح على طريق الأفق السيارة مشها بسرعة منتظمة يبقى قاف بنساوي مين يبقى قاف بنساوي مية وستين سوكل كيلو جرام هو عاوز يبقى قاف موضوع بسيط وشيق وممتع وهننتقل من المسألة الممتعة دي إلى مسألة تانية برضو بسيطة وممتعة وإحنا قلنا في بداية الحلقات بتاعت الديناميكا لو تفتكر يا سوش عبان إنه في ميزة نسبية للديناميكا مختلفة عن كل فروع الرياضيات الديناميكا مختلفة ببعضها يعني اللي هنقوله دلوقتي ده هيتكرر في الباب التاني والتالت والراضي حتى النهاية طيب خاطرة كتلتها سبعين طن وقوة آلتها مية واربعين ثقل كيلو جرام تجر عددا من العربات التي كتلت كل منها سبع طن كل عربية سبع طن بتجرها أسفل مستوى يميل على الأفق بزاوي يجيبها واحد على مية فإذا كانت مقاومة الهوى والاحتكاك لحركة القطار عشرين ثقل لكل طن عشرين ثقل كيلو جرام لكل طن من الكتلة المتحركة فما عدد العربات التي تجرها القاطرة حتى تكون أسطلت مرة المساء دي برضو مرت علينا أي أطربة تكون بالجزئين قاطرة وعربيات قاطرة وعربيات الرجل هي مدينة كتلة القاطرة لو أنا عرفت كتلة العربية أقسمها على كتلة العربية الواحدة أجيب عدد العربات تمام؟ فأنا هافرت كتلة القطار كله كفتن هنخلصها بصورة كفتن تمام كده؟ طيب إحنا هنكلم في المسألة بالتفصيل ويمكن نقولها تاني لكن بعد ما نرجع من الفاصل الصغير فاصل ونرجع ويرجعنا لكم مرة تانية عزقائية طلبات والطالبات الثانية والعامة نستكمل كلامنا في الباب الأول في الديناميكا سيد الشعبان إحنا قرينا المسألة قبل الفاصل كان فاصل صغير فنبدأ بقى نستعرضها كده واحدة واحدة كنا بنقول إنه القطار يجر عدداً أي اختار يا سيد محمد يتكون من جزئين قاطرة وعربيات قاطرة وعربيات القاطرة دي بتمثل المطور المطور اللي في المطور اللي سواه والعيس ما اسمها القاطرة وفي بقية العربيات القاطرة دي بتجر على العربات الراجل النام تديك كتلة القاطرة الواحدة الواحدة عايز يجيب عدد العربيات أنا بعملها بأسلوب سهل جداً بفرض إنه قطلة القطار كله كافتن لو أنا عرفت قطلة القطار كله كافتن وشلت منه قطلة القاطرة يتبقى قطلة العربات أقسمها على قطلة العربات أجيب عدد العربات عملها سهلة جداً بدل ما أقول إيه نفرض إنه عدد العربات مثلاً نون يبقى قطلة العربات سبع نون أضفها على قطرة القطرة يبقى سبعين 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 إنما كافت دي كلها عرفتها أطرح منا قطلة القطرة يدينا قطلة العربات أقسمها على قطلة العربية الواحدة أجيب عدد العربات جميل فاحنا عندنا هنا قطرة قطلة سبعين سبعين تن وخوفة الاتياة الكلام ده تجرى العربات يبقى قلنا بقى هنفرض إنه قطلة القطار كله أو نفرض أن قطلة القطار كله بنسوي كافتن لما اجينا نرسم آدي القطرة هوت هعملو كجسم واحد بقى قطلته كافتن قادي الجسم الوزن هنا بتاعة واو وقادي ري وقادي القطار طالح هيبع عندنا قاف وهنا ري وهنا واو وهنا واو جاه وهو طالع بسرعة منتظمة يبعي هنا مين يلا دلوقتي أنا عنده مقامة الطن الواحد عبارة عشر سوكل كيلو جرام يبقى المقاومة الكلية كنت قلتها الحلقة اللي فات المقاومة الكلية يساوي الكتلة الكتلة بالطن في مقاومة الطن الواحد في مقاومة الطن الواحد عشرين وهما كاف طن يبقى عشرين كاف سوكل كيلو جرام طب القطار صاعدا بسرعة منتظمة يبقى لابد النقاف بتساوي واو جاهي زائد مين قوة ألات القطار بتدولك ألف وربعمائة سوكل كيلو جرام يبقى ألف وربعمائة واو قتلته كاف طن يبقى كاف ألف عشان تطلع بالكيلو جرام طيب جاهي بواحد على كام على مية زائد مين بعشرين كاف يبقى عندنا ألف وربعمائة هتساوي مية عشرة كاف زائد عشرين كاف يبقى عندنا يبقى اللي فوق بتساوي اللي تحت يبقى ألف وربعمائة ألف وربعمائة زائد عشرة كاف بيساوي عشرين كاف آه عندنا عندنا هو القطر إيه لا دا القطر هابط ألف وربعمائة لا لا القطر هابطة يبقى دا كاف وفوق مين عشان بكلامنا مصبوط يبقى هنا يبقى دي مين بتساويه جاهي زائد كاف يبقى عندنا كاف ألف زائد كاف بألف وربعمائة يبقى عندنا ودي مين كيف نعمل له حسن فورقة تاني هو صاعد زي الفل لكن هو بيقول أسفل مستوى لا 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 نرسمه رسمة على نظافة يكون هابط فيه عشان هابط احنا كنا عصلين المساء كلها متحوقين آه قادي هنا قاف وهنا ووجه وهنا مين هابطا بسرعة منتزمة يبقى قاف زائد واو جاهي بتساويه مين قاف عندنا بألف وربعمائة زائد واو اللي هي كاف في ألف في واحد علامية احنا قلنا المقامة كلها عبارة عن عشرين كاف يبقى ألف وربعمائة زائد عشرة كاف بسوى عشرين كاف يعني يبقى ألف وربعمائة بسوى عشرة كاف يبقى كاف بمية واربعين طن نشيل منها بقى السبعين طن يبقى كلة العربات المية واربعين نقص السبعين يطلع سبعين طن نقسمها بقى على عدد العربات يبقى عدد العربات على كلة العربات على كلة العربات سبعين على سبعة يطلع عشرة عربات تمام ده كان بالنسبة لمسألة القطار المتحرك لأسفل طيب بعد الأحيان بنفاجأ بمسائل بيرجعنا فيها لذكريات التناسب التغير اللي هو هنا يا سيد محمد المقاومة تتغير أو تتناسب مع مربع السرعة حاجات زي كده إن المقاومة هنا تتوقف على السرعة المسألة فاتكت المقاومة قالك مقاومة الطن عشين سوكلي كيلو جرام لكل الطن خلاص إنما هنا المقاومة يعني كل ما المقاومة كل ما سرعة تتغير كل ما المقاومة تتغير يعني برجعنا بقى جوة مسألة الديناميكا إلى ذكريات ماضي منذ فترة فيما تعلق بالتغير التردي والتغير الايه؟ العكس طب ناخد يعني كده نفزة مختصرة سريعة في عشر ثواني عن الفرق بين أنه سين في عشر ثواني بس سين تتناسب طرديا مع صاد أو عكسي أهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لا نيجي بقى ايه عشان نتلافى مشكلة سابط التناسب فبنضطر نعمله كده سين واحد على سين اثنين ايوه Immediate صاد واحد على صاد اثنين والتانية بقى anime يعني كنا سين واحد على سين اثنين هيبقى صاد اثنين على صاد واحد ولو بتتغير مع مربع مربع أو سين بتتغير مع مربع عين مثل ماشى يبقى سين واحد على سين اثنين يبقى عين واحد تربيع على عين اثنين تربيع انا بأعمل التساودة ليه عشان اتخلص من ثابت التناسر اخر واحدة بقى لو بتتغير عكسيا مع مربعين برضو هيبقى سين واحد على سين اثنين هيبقى عين اثنين تربيع على عين واحد تربيع تعال هنا بقى جي قال لك هاهم ملاحظة اذا كان الجسم يتحرك تحت تأثير مقاومة مين ايه تتناسب ترضيا مع السرعة يبقى معا كده في الورقة هتظهر معنا هو يبقى ميم بتتناسب مع عين يبقى ميم واحد على ميم اثنين بسوء عين واحد على عين اثنين هي الميم تتناسب مع عين تتغير مع عين يبقى ميم واحد على ميم اثنين بسوء عين واحد اذا ما عملناها يا سيد محمد سين وصاف هي هتظهر دلوقتي معنا حالا اذا كان الجسم اذا كان الجسم يتحرك تحت تأثير مقاومة ميم تتناسب مع مربع الصرع أو تتناسب مع عين يبقى ميم واحد على ميم التربيع على عين التربيع مع مربع الصرع يبقى ميم واحد على ميم التربيع على عين التربيع ناخد عليها مسألة يقول لك قطار كتلته 160 طن يتحرك على طريق افقي مستقيم فاذا كان مقدار مقاومة الطريق له يتناسب طرديا مع مربع مقدار سرعة القطار طب هتظهر حالا برضو نقرأها مع بعض قطار كتلته 160 طن يتحرك على طريق وقوقي مستقيم فإذا كان مقدار مقاومة الطريق له يتناسب طرديا مع مربع مقدار سرعته وأقصى قوة جر لمحرك هذا القطار 7200 ثقل كيلوغرام ومقدار أقصى سرعة للقطار 90 كم كل ساعة فإوجد مقدار المقاومة لكل طن من كتلة القطار لما يكون مقدار السرعة 30 كم هنا بقى الطالب أو ابننا الطالب ينظب نفسه أن يطلع ميم واحد عن واحد ميم اتنين عن اتنين على جنب كده على جنب وإحنا بنحل لو عارفت تلاتة قدر أجيب اللي إيه؟ الرابع طبع يبقى هنا قال لك إيه؟ قال لك المقاومة بتتناسب مع مربع السرعة يبقى ميم واحد على ميم اتنين عن واحد تربيع على عن اتنين تربيع إذا بقى بنطلع ميم واحد وعن واحد كده فجي قال لك إيه بقى؟ قال لك أقصى قوة جر المحرك السيارة بيسوي كلام ومقدار أقصى سرعة بيسوي 90 كم على الساعة إحنا عارفين عند أقصى سرعة القوة بيسوي المقاومة عند أقصى سرعة للحركة يبقى القوة بيسوي المقاومة أقوله كده بما أن عند أقصى سرعة يبقى قاب بيسوي ميم يبقى دي سماء ميم واحد بيسوي قوة المحركة لها كام؟ سبعة تلاف ومئتين قاومة إمتى الكلام ده عندما عين واحد اللي هي أقصى سرعة 90 كم على الساعة يبقى أنت جبت ميم واحد وعين واحد عاوز مقدار مقاومة لكل طنين لما كانت السرعة كام؟ 30 أقوله كده 30 كم على الساعة يبقى ميم اتنين مش عارفها عندما عين اتنين بتلاتين اتنظمت ميم واحد ميم اتنين وعين واحد تحتها علاقة بعلقة يبقى سبعة تلاف ومتين على ميم اتنين هتساوي تسعين تربيع على تلاتين تربيع هتطلع ميم اتنين لما تحسبها هتطلع ميم اتنين بكام؟ ب 800 سكول كيلوغرام ده المقاومة الكلية عاوزيني مقاومة الطن يبقى مقاومة الطن 800 على الكتلة كتلة الكتار ككاب 160 اهو يطلع صفر مع صفر يطلع خمسة سكول كيلوغرام لكل طن بس هو الفكرة ان هو انظم الحل بتاعك من واحد ان واحد من اتنين ان اتنين تمام كده؟ حاجة طب انا هسأزينك قبل ما نخش بقى في مسألة الراجل اللي مربوط في مظلة ما جاء هيشترك معنا فيها ونعرف طلباته ايه محمود من سواج اهلا بيك باش مهندس محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المسألة التانية يا سيد اللي هي في الاستاتيكا لو كان الحائط على وشك الحركة المسألة التانية حودة حودة المسألة التانية اللي احنا حلناها المصطفى ايو طيب اللي كان طالبها مصطفى بن القاهرة بيكلم فيها عقضيب منتظم صح؟ ايو ايو لو كانت الحائط خشن لو كانت الحائط خشن تجعل مين رهت البفاء الارض الافقية هي اللي كانت خشنة اه ونضيف بقى عليها لو الحائط كمان خشن طب هو قالك بنزلغها بعيدا عن الحائط صح؟ ايه يبقى بيها تتحرك في الاتجاه جاءت اليمين لا ما احنا يعني الرسمة حالا حالا هتتكلم لا رسمة اريدي مرسومة ما انا مش هلنا نتلعطر عليك اه ايه دي قصدك ده خشن وده خشن صحة محمود ايه صحة ده خشن وده خشن هنا هيبقى فيه ره واحد وهنا ره اتنين ده ينزلق كده يبقى ده ميم واحد ره واحد لما ده ينزلق لبرا كده هيتزحلق اللي فوق هينزل لتحك يبقى ميم اتنين ره اتنين لفوق اليطان ديما الاحتكاك النهائي عكس الوجهة التي يميل اي جسم للحركة فيها الجسم بيميل الحركة شمال اذا المقاومة اللي اسمها الاحتكاك النهائي اكيد يميل معايحو ده ايه معاك طب أنا نفسي أسألك سؤال قبل ما تكمل أسئلتك أو تهرد وجهة نظرك هو إيه المشكلة في كنا بنقول أنه أي جسم هيميل للحركة يمين أنا بسألك يا أي جسم هيميل للحركة يمين يبقى احتكاكه النهائي الشمال أي جسم هيميل للانزلاق أو الحركة لأسفل إذا احتكاكه النهائي الأعلى الجملتين دول أساسيتين طبعا وأكيد أنت عارفهم فيهم مشكلة؟ لا أفهمش مشكلة هم لفين سؤالك بقى يا حودة؟ أنا بس عشان الأسم كنت لغبط فيه أنا هو محل أه تمام تمام عشان بص يا محمود الحاق اللي هو يبقى على حاقة رأسي هينزلك لتحت يبقى مين برئة اتنين لفوق في اتجاه مضاد إسجدى في اتجاه مضاد للاتجاه اللي يمين الجسم التحرك فيه في إنتك أستاذ عندك حاجة تانية عايزة إزال في حودة؟ أبدا أستاذ محل المتحانات كتير وملجتش مسألة الدائرة والمسألة اللي هي ما تبقى كبيرة دي عما ملجت المسألة الصعبة ده هاي هو في الامتحانات بالفعل احنا يمكن أشارنا إلى كده كده على استحياء ومش هنقدر نستفيد معاك في الإطار ده أكتر من الكلمتين اللي احنا قلناهم من شوية فيما تعلق بأن المسألة لما تبقى طويلة زيادة عن اللزوم ما بنعتبرهاش قوي سؤال امتحان وإحنا ما نقدرش نقول أكتر من كده لكن طبعا زي ما أنت بتحل كده كلنا بنحل امتحانات وعارفين شكل مسألة الامتحان ما هيش سر يعني صح كده محمود؟ أه صحيح تمام تمام عندك حاجة تانية عايزة إسأل فيها؟ لا أحل معاكم ايه ويتنورنا طبعا يلا نخش في المسألة اللي جاية بعد يقولك راجل مربوط في مظلة نجاه يهبط هو والمظلة على راجل مربوط إلى مظلة نجاه يهبط هو والمظلة في اتجاه رأسي إلى أسفل إذا علم أن مقدار مقاومة الهواء للرجل ومظلته يتناسب طرديا مع مربع مقدار السرعة وأن مقدار مقاومة الهواء أربعة على تسعة من وزن هذا الرجل والمظلة عندما يكون مقدار السرعة تمانية كيلومتر كل ساعة يوجد مقدار سرعة هبوط الرجل والمظلة عندما تصير هذه السرعة منتظمة طب بدي قانونة أول إنه اتنى عجول ميم واحد على ميم اتنين بيسوى عين واحد تربيع على عين اتنين تربيع الله يفتح عليك ميم بتتناسب مع عين تربيع يبقى ميم واحد على ميم اتنين عين واحد تربيع على عين اتنين تربيع صح كلا محمود هو بيقول المقاومة الربع الوزن يبقى هنفرند يبقى لازم تقول كده ها هنفرمицوى الرجل والمظلة يسموه إيه واو وال يبقى المقاومة ربع واء لا أربعة على تسعة أربعة على تسعة أربعة على تسعة واء طبعا لما كانت السرعة كان temanye تمانية انا اقول بما ان المقاومة 4-9 عندما كانت السرع بتمانية يبا نقوله ميم واحد 4-9 وعه عندما كانت السرع 8 نسميها بقى ايه عين واحد وميم واحد عين واحد اه طب لما يهفض بقى بسرعة منتظمة اللي بنزله طب ما اشفان لما هينزل بسرعة منتظم هنزل تحت تأثير ايه؟ هيبقى نازل تحت تأثير وزنه جميل هيبقى ميمة تانية قد الوزن هيبقى ميمة تانية لما هيهبط هيبقى نازل بتأثير وزنه مفيش شو اللي هتنزله هيبقى ميمة اتنين بيساوه عندما عين بيساوه اللي هي اللي انا عايزين عايزين نجال حلاجه واو حتشال مع الواو وبعد كده هتديني عين اتنين شى قطر يا محمود كويس على واو تمانية تربيع على واو 10 تربيع الواو حتروح مع الواو هيبقى عين اتنين تربيع هتساوي اربعة وستين في تسعة على اربعة هيبقى عين اتنين هيبقى تمانية في تلاتة على اتنين يطلع بكم؟ هتطلع ب 12 كيلو متر على الساعة تمام يا محمود نورتنا يا حودة وشرفتنا وفي انتظار مكالماتك في الحلقات القادمة شكرا يا محمود ننطلق بقى ساز واحدة بقى سفيها متجهات بقى يقولك يتحرك جسم بسرعة منتظمة في خط مستقيم تحت تأثير القوى الاتية ومديني قاف واحد في صورة متجه وقاف اتنين متجه قاف واحد متجه مش قيل عليه لكن قاف اتنين متجه مدهولي تلاتة سين زائد اتنين جزر تلاتة في المتجه الصاد قاف تلاتة ناقص اربعة سين زائد تلاتة جزر تلاتة صاد وقاف اربعة اخيرا ستة سين ناقص عشرة جزر تلاتة صاد فاذا كانت مقادير القوى بوحدة النيوتن فإيوجد نعيار واتجاه القوى المجهولة علما بان سين وصاد متجهة وحدة متعامدة يبا انا عندي civilization انا قد ادي قاف واحد مش عارف وعندنا قاف اتنين عبارة عن تلاتة سين متجه الوحدة سين زائد اتنين جزر تلاتة متجه الوحدة صاد وقاف تلاتة غبارة عن ناقص اربعة متجه الوحدة سين زائد تلاتة جزر تلاتة متجه الوحدة صاد وقاف اربعة ستة سين ناقص عشرة جازة تلاتة منتجهة الواحدة صاب الجسم هنا بيتحرك بسرعة منتظر يبقى محصلة القوة بقى بكام بسيط يعني يبقى قاف واحد زا اقاف اتنين زا اقاف تلاتة زا اقاف اربعة بيساوي المتجهة السفري ما احنا قلنا من خواه من قرونة الاول ادام الجسم ماشي بسرعة منتظمة يبقى محصلة القوة بكام بصفر يعني مجموحهم بصفر ادي خاف واحد من نجع ده في ناس على خكرة سيشعبان ما بيعرفوش يتعاملوا رغم طبعا بساطة النوع ده من المسائل المتجهة ورغم اهميته اه ده بيك مش المسائل بقى الطويلة لصباحات يعني ورغم كده وكده انهم مسائل بسيطة ومهمة في ناس تقولك لا انا ديني ارقام فين كم سقل فين المقاومة فين الوزن لا هي كلها معتمدة على المراكبات لا كلها معتمدة على انه الجسم بيسير بسرعة منتظمة اه بقى بسرعة منتظمة يا عام بقى كل الحاجات دي بسرعة هنجمع اعمل مراكبات السينية مع بعضها هتبوص لما تجمعهم هيبقى خمسة سين اجمع المراكبات الصادية ببعضها هيبقى سالب خمسة متجهة الوحدة صاد يبقى قاف واحد عبارة عن سالب خمسة سين زائد دي خمسة جزر ثلاثة ثلاثة ساعة دول بقى عاوز اجيب بقى معيار يبقى معيار قف واحد اهو هاي خش بقى يكمل معنا اخر سطرين من الاليوبية عبدو او الباش مهندس عبدو باعتبار ما سيكون زاك عبدو عامل ايه كل سنة وانت طيب اجازة سعيدة اجازة سعيدة مسمرة لازم يبقى فيه اجازة دلوقتي واحنا عاملين الاجازة اعتباطا والاجازة دي انت بتوعيد فيها شحن نفسك علشان تنطلق الى باقي العام الدراسي بهمة ونشاط صح؟ والمطور لازم يريح المهم عبدو اسئلتك ايه كان محمد قلب باقيين دين المستقبل حالب سانة بس سؤال في الديناميكا اه في الاستيكا على انهي باب الباب الخامس من كتاب دليل التقويم او كتاب المدرسة اكيد لا انا قد قلت حادثك ان هو من كتاب المدرسة مرة بس حادثك محلتوش يعني كتابك انت يعني غير كتابنا اوكي طب ناخدو بقى كده تفصيلا وكان قلنا سؤال قبل كده من كتاب المدرسة بتاعه احنا جبنا سؤال تاني يبدو كتابه غير كتاب طب اقول قالت بهجيم دا المستطيل فيه 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 مخادرها. مخادرها. سبعة وعشرين. كم? سبعة وعشرين. سبعة وعشرين واتنين وسبعين. يلا. يلا. وخمسة واربعين وستة وثلاثين. فيه الف به. نيوتن. في الف به. اه. واللي بعده فين? وبه جيم وجيم واو. وجيم واو. بيجيم وجيم واو. هم? وواو الف. واو الف. حل. اثبت ان المجموعة تكافي الزواجل ووجد معيار عزمه. حل. تكافي الزواجل ويوجد معيار عزمه. هم? ثم وجد القواتين اللتين تؤثران فيه الف. وواو جيم حتى يتزن المستطيع. فيه الف وواو جيم حتى يتزن المستطيع. اه. قوة ألف في اتجاه إيه بقى في اتجاه إيه هه ألف ووجي أستأذنها يا قسي شعبان كده لحظة واحدة يا بشمهندس عبدو الأمر لا بص يا حبيبي ده مستطيل وفيه أكيد أنت حاولت تتحلها وفيه أربع قوة مأخوزة في ترتيب دوري واحد 27 ثم 72 ثم 45 وأخيرا 36 وهي ممثلة تمثيلا تاما بأضلاع شبه المنحرف ألف به جيمواء الطول 9 سنطي طول ألف به على القوة 27 يا تاراتا لا تبع مسالة في القوة لا مش مسالة في القوة أصدق شبه المنحرف ده يعني مأثر عليه أربع قوة مأخوزة في ترتيب دوري واحد وممثلة تمثيلا تاما إذن هذه الأربع قوة تصنع إز الدواج عزمه عزمه وفقا للرسمة اللي أنا رسامها دي سالب ضعف مساحة المنحرف في أو على مقياس الرسم حسب مقياس الرسم الطول على القوة ولا القوة على الطول أنا بقى مستغرب من حاجة قبل ما أقولك الناتج يعني هي طبعا خلاص كده خلصت وفضل قوتين بقى يتزنوا مع المجموعة السابقة هو أنت ما اكتشفتش مقياس الرسم ولا تلخبطت في الرسم ولا في مشكلة أنت لسه ما حكيتش عنها لا أولا جيت يعني جبت كان فضل جزء جداوات في البعد كل كده بقى يعني أنت خلصت كل الكلام البسيط المهم اللي بيجي ده وكان فضل لك لا وأكيد جبت مساحة المنحرف معقولة ما عارفتش تجيب مساحة المنحرف لا أعارف كده أكيد أكيد جبتها أنا بقى أتوقع أنها وقفت معك في حاجة ويقول لي صح ولا لا لما روحت جبت عزم الازدواج طلع سالب كذا قلت طب القوتين اللي هيتزنوا مع المجموعة في اتجاه هيه ألف ووجيم قف وقف فين زراع الازدواج بتاعهم مش كده أيوة بس جب طب بصف خلاص خلصت بقى عشان ما نجعش وقت زراع الازدواج ده هو البعد العمودي بين خطي عمل القوتين في هيه ألف ووجيم مش كده هذا الزراع اللي اسمه البعد العمودي مقابل لزاوية اسمها هيه شفتها في المثلث القاء الزاوية دي أختها بالتبادل مرسومة في مسلث أبعاده تسعة واثنشر وخمستاشر فجبها تسعة على خمستاشر إذن هذا الزراع مقابل لزاوية جبها تسعة على خمستاشر طب بقى سنة عدس محمد آخر حاجة بقى رسمة بتاعت الشرط تبقى تسعة على خمستاشر بيساوي الزراع على اتناشر يعني هذا الزراع اللي هتشوفه حالا على الشاشة بتسعة في اتناشر على خمستاشر ده زراعه هيبقى قوة هنا قاف وقوة هنا قاف عبدو أيوة أنا معاك رسمة قدامك قدعنا هي المقابل لزاوية هي هي أو سمعها زاويتين يبقى دي دي بالإيه بالتبادل اللي تحت دي عبدو ما تنامشوا ونبي مننا والله مناي اللي هي اللي فوق دي شايفها بيشاولك عليها شايفها دي اللي هي اللي فوق دي شايفها دي مقابلة للزراع اللي انت بتدور على طول يعني عين هتساوي ده باتناشر اتناشر جاهي اتناشر جاهي اختها بقى تحت سكنة تحت هي بتسويها بالتبادل ده تسعة ده اتناشر ده خمستاشر جيبنا تسعة لخمستاشر شكرا باتناشر تسعة يبادل بقى دي عبدو بس كدنا معرفتها مصر يعني يعني ماشي يا عبدو عندك حاجة تاجة عايز تحل بقى عايز تحل يالله حل يا سيد فاضل سطرين في المسألة دي نحلهم مع عبدو اه احنا دلوقت بص يا عبدو احنا جيبنا متجه القوخة في واحد عبارة عن مركبة سينية سالب خمسة ومركبة حصل ده خمسة جز تلاتة ازا باجه المعيار يا عبدو محيار كوف هنربع هنربع الخمسة وهنربع الخمسة جز تلاتة مربع ريك خمسة عشرين مربع الخمسة جز تلاتة بخمسة وسبعين هيطلع بمية يبقى معيار قب كام بخمسة وعشرة اه عشرة نيوتون طب ده المقدار طب فين الاتجاه والاتجاه يبقى اه اللي هي خمسة جزة تلاتة على سالب خمسة اه يعني ظل الجداوية بيستوي كذب معلش يا سيد محمد بسانية واحدة لو انا جيت رسمتي قاف يا عبدو هو بيقول صح على فكرة ايو من رسمها نرسمها له ثانية واحدة قاف هنا بسالب خمسة يعني في هذا الاتجاه بالاتجاه السين السالب اه يا عبدو ماشي وصاب فوق بخمسة جزة تلاتة بالموجب ماشي مش ماشي لا هي فعلا سالب يعني رايحة شمال مش ماشي يعني هي دي رايحة شمال والتانية رايحة فوق فأكيد المحصلة دي هتبقى بينهم بينهم كده في الربع الثاني هنجيب الزاوية اللي هتطلع لنا هنترحها من المائة وتمانين مظبوط هتطلع الزاوية هي بستين هيبقى الزاوية عبارة عم كان مية عشر تمام حلوة طيب عبدو نورتنا وشرفتنا واي حاجة هتعوزها احنا في انتظار مكالماتك او مشاركاتك ان شاء الله في الحلقات اللي جاء دي خلصت كده خلاص وايحنا بكده نعتبر ان احنا خلصنا قانون نيوتن الاول ولو بشكل مبدئي علشان نبدأ نستعرض في الجزء المتبقي من حلقتنا النهاردة بداية قانون نيوتن التاني طيب بيقول ايه بقى القانون منصوصه نص القانوني كل اللي فاتكم واللي جاهدكم تاني ها القانون التاني من نيوتن ده من اهم الاجزاء اللي في الديناميكا عندنا نعم طبعا القانون التاني اللي يقول ايه معدل التغير في كمية حركة الجسم معدل التغير في كمية حركة الجسم بالنسبة للزمن ايوة يعني جيب كمية الحركة واشتقاها بالنسبة للزمن يتناسب مع القوة المحدثة له ويكون في اتجاه مهدل التغير في كمية الحركة يتناسب مع القوة المحدثة له ويكون في اتجاه يعني بسرعة كده استنتاجه بسرعة انا عندي قاف بتتناسب مع مشتقد كمية الحركة وهناعرفي كمية الحركة كافة عين مش كده ايوة اه يبقى تناسب مع كافة عين يبقى قاف ديت بتسوي ثابت في ده الدنون لكاف عين لو فرضنا دي كاف ثابتة يبقى قاف بتسوي ألف كاف في ده العين دنون نسأل الطالب مشتقد ده العين دنون لها المين العجلة يبقى عندنا قاف بتسوي ألف كاف في متجها الوحدة جين في متجها الجين جين يوتين قال ايه قال انا عاوز اخلي القلب ده بواحد فاختار حاجة اسمها الوحدات المطلقة وعرضها قالك الوحدة المطلقة هي وحدة القوة التي اذا اثرت على جسم كتلته وحدة الكتل لأكسبته وعجلة مقدرها وحدة العجلات يعني لو قاف مقصب واحد يبقى كاف بواحد يبقى جين بواحد يبقى قلب بواحد وفي الحال يبقى متجها قاف بنسوي كاف ومتجها جين يعني احنا لغينا علامة التناسب زي ما اتفقنا من شوية وخطينا مكانها ثابت بس هو جين يوتين قالك انا اخلي السابت ده واحد فعملت الاختراع ده عشان بس يبقى السابت بواحد يبقى السابت بواحد فيبقى فيه بدل علاقة بقت معادلة اه يبقى متجها الوحدة متجها قاف بنسوي كاف ومتجها العجل حل لذلك بقى قانونية التانية تلوه صغطين رياضيتين اهو بيقولك الصيغة الرياضية للقانون لو كانت قاف متغيرة الكتلة متغيرة يبقى قاف بنسوي ده الدلنون لكاف عين لو كاف متغيرة فيبقى القاف تسوي ده الدلنون لكاف عين يعني اصد ايه اجيب كمية الحركة واشتقق بالنسبة للزمن لان الكتلة مش سابت فمش هقدر اختلحها بره واشتقق السرعة لو كانت كتلة الجسم كاف سابتة يبقى متجه قاف بساو كاف بساو في متجه جيم لو كنت هستغمل في المتجهات لو هستخدم قياسات جبرية يبقى في الحادي يبقى قاف بساو كاف في جيم فيه حاجة بقى مهمة جدا هنا بقى ألا وهي وحدات قياس القوة وحدات قياس القوة نوعين وحدات تثاقلية وحدات مطلقة أقب هذه وحدات تثاقلية الكلام وهي بني بانيك يسبب الفائيلة للوحدات في المنحج بالكامل ليسأني ابناء اللي الطلب Lalatta اركز معنا لتعلم كل الي جاهي الوحدات تثاقلية سوكلو طن يمكن احويل به الضغفتة ممكن على ان تحويله سوكلو طن احاول به الضغفتة الاغفتة من سوكلو طن اضربه في 3000 وممكن احرف السوق لكيلي كرام هو قوة جذب الارض لدي سبك وكيلي كرام ممكن يقول لها دفعة السنة دي معرفش سيئة الحظ معلش هو مفروض انهم فعلا سيئ الحظ لانهم ما درسوش قانون الجذب العام في مجمل درستهم حتى نهاية المرحلة السنوية محظوظين بتوع تانية سنوية اللي السنة الجاية في سنوية عامة عشان درسوا حاجات حقيقة مهمة جدا في منهج تانية سنوية لكن خلينا في اللي احنا فيه احنا بنتكلم عن حاجة مهمة هتنفعنا في بقية المنهة كله القوة لها وحدات بس نوعين يقيم وحدات عادية اسمها وحدات مطلقة يقيم وحدات تثا كلية اللي احنا بنقولها دي تثا كلية يقول لك عرف السوق لكيلي جرام هو سوق لكيلي جرام نوقة هو قوة جذب الارض لجذب كتلته 1 كيلو جرام تابنى بسوق لجرام هو قوة جذب الارض لجذب كتلته 1 جرام نيجي بقى الوحدات المطلقة بتاعة القوة فيه الضين وفيه النيوتي طب ايه هو الضين هو وحدة القوة التي اذا اثرت على الجسم اللي هو تاعة عارف النيوتي هي وحدة القوة التي اذا اثرت على الجسم كنت خلت واحد كيلو جرام لأكسبته عجل من درها واحد متر على السنة الطالب بتاع امر يقولك انا مش هاعد احفظ لا بس هي مش موضوع تعطي احفظ هو احنا حفظين طب انت اقول لي كده النيوتين هو ايه و النيوتين ده وحدة لقياس ايه انا مش هاعد وانا اصلا مبعفش رحفظ طب النيوتين ده وحدة بتاعت ايه الوقوة حيل وقوة دي ايه فاة كاف جيد حيل يبقى النيوتين ده عبارة عن ايه القوة وحدة واحد قبارة عن واحد كيلو جرام واحد متر على السنة تربيه يعني نكتبه ايه القوة التي اذا اثرت على جسم وكلتكه واحد كيلو جرام اكسبته عجلة مقدارها واحد متر صندوق بس يبقى معنى كده نيوتن عبارة عن كيلو جرام متر على السنة تربيه بس بتاع ايه قوة يبقى نيوتن هو نقط القوة التي اذا اثرت على جسم كتلت وحدة القوة التي اذا اثرت على جسم كتلته واحد كيلو جرام اكسبته عجلة مقدرها متر على السنة تربيه قول للضاين من غير حفظ قوة بس اتغير قوة التي اذا اثرت على جسم كتلته واحد جرام أكسباته عجلة مقدارها واحد سنتيمتر على سنة تربية مش حافظ حاجة لذلك فيه علاقة بين النيوتن والضاين احنا قولنا النيوتن كيلو جرام متر على سنة تربية جرام سنتيمتر يبقى النيوتن 10 قص 5 ده ليه 10 قص 3 والمتر 10 قص 2 يبقى 10 قص 5 لذلك كاتبنا هو ان النيوتن 10 قص 5 ضاين طيب حاجة تاني يا أستاذ محمد لما نيجي نقول فيه علاقة بين كتلة الجسم ووزنه علاقة بين كتلة الجسم ووزنه بيقولك ان وزن الجسم هو قوة جذب الأرض له وزن الجسم قوة جذب الأرض له لذلك وزن الجسم قوة جذب الأرض هو كلام مهم جدا خطير هنسترسل فيه وهنكمله بعد ما ناخد بس تليفون من ولي أمر من المنصورة السيد الجمال أهلا بيك يا أستاذ السيد أهلا بيك يا أستاذ السيد الله يكرمك يا رب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك أهلا بيك أنا برضه اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام السؤال استفسار في الازدواج قالك من يعني تثبت ان المجموعة تكافي ازدواج تاخد عزوم عند ثلاث مؤقت مش على استقامة واحدة ويطلع الناتج مقدار ثابت هو ده كان موجود في طب اتفضل استاذ السيد احنا عندنا الازدواج له حالات لإزبات حالة من حالات إزبات ان المجموعة تكافي ازدواج احنا عندنا حالتين اتنبس يعني المقرر عندنا الحالتين دول دي كانت موجودة زمان يعني المقرر علينا يا سيد سيد هم حاكتين اما كل قواتين اعملوا ازدواج وخاصة للازدواجات كلها السيدة قدير له الازدواج المباشر الازدواج المباشر حضرتك والحالة التانية اللي هي قاعدة المسلس او التعميم بتاعها بتاع المضلع ايوة بشوف في بعض الكتب سيادتك اخذ العزوم لا لا مش في المنهج بتاع التالت سنة في بعض الكتب سيادتك بيشتغلوا عليه اللي هو تقصد باخد العزوم حول تلت نقطة سنة لا يفتغلوا تقامة واحدة ويديك مقدار سابت ايوة اه لا لا مش في المنهج او نسبة النسيم بصفر وصفر وصفر والعزوم حول اي نقطة سنة ده مش مقار عادي طيب حاجة تانية يا سيد انا ما عليش ما سمتش الصوت انا هديد التلفزيون موت السامع طيب ماش تفضل تفضل قولي تاني اه تاني هو فاضل حالات تانية انه باخد العزوم حول تلت نقطة سنة ده مش عليهم مش عليهم اه ويه حاجة تانية ان السين بصفر وصال بصفر بل محصلة بصفر ومدموع العزوم مش بصفر جميع جميع ده سيدتك انعريفة ثم اغزي العزوم عن ده نقطة يطلع مقدار سابس ايه سيدتك انعريفة دي تمام هي حضرتك اللي هو الازدواج الصريح ساعدتك ساعدتك الازدواج الصريح ليه قوة وقوة متساويتات في المقدار متضمطات في الاتجاه ولا يجمعهم خط عمل واحد تمام والحالات اللي هي التانية اللي هي قاية المسلس او التعميم بتاعها مظوظ سيدت قاية المضالة وفقط ماش اه بس كده وبرضو هحاليها اذا خدنا جبنا المجموع الجابري لا ما هو ده بقى زي ما قلنا يعني مش عنده لا مش هينفع ان احنا نحل بكده في ايه هندن بيقول ايه صح كده لا مش صح كده وثم اغزي العزوم عن ده نقطة يصاب مقدار لا لا برضو مش مقرر عليهم لا لا مش هينفع كده لا ده ده ميعتبرش اسلوب للحل لانه مش مقرر مش في المنهة اه يعني حت التلات نقط لا عزمهم بيسوي مش صفر و بيسوي مقدار سابت لا مش هينفع كده تمام او سيد سيد اه طيب حاجة تانية ولكن التلات نقط مش هستخدموا عادي لا لا مش هينفع الصوت الصوت شواء مش هستخدم لا الاسلوب اللي حدك بتقول عليه في اثبات ان هناك ازدواج لا يصلح بالنسبة لحل المسائل في تلتة سنة بس طولا واحدة اللي هي التلات نقط يعني لا طبعا خالص اهلا بيك حاجة تانية واستساية اشكرك اشكرك كتير لا شكرا على وجه اهلا بيك فاضل لفن طب نخش بعد ملحوظات اه في علاقة بين وزن الجسم و ايه وجلته وزن الجسم قوة جذب الارض ليه حل طب قوة جذب الارض مش احنا عندنا خب يسوي كاف جيم طبعا وينما الجسم بتحرك تاعة تأثير وزن يبقى تحرك بعاجل الجذبات الارضية يبقى وزن الجسم دي مهمة جدا بيسوي كاف دان وحدة مطلقة يبقى اذا كنت هتشتغل وحدات مطلقة يبقى وزن الجسم اسمه كاف دان غير واو ازا ما قام بنعمل في قانونة الاول لا تساقلية تساقلية تقول يعني اذا هتشتغل وحدات تساقلية اسمه واو تخلي بالك انما وحدات مطلقة اسمه كاف دان اللي حتى في الفيزيا بيقولوها عليها م جي اللي هي م كتلة جي حاجة تجذبها الارضية طبعا عارفين الكلام طيب في علاقة بني السقل كيلو جرام والنيوتر ايوه انا دلوتي وزن الجسن لو انا عندي جسم كتلته اوي لو عندي وزن جسم كتلته وكيلو جرام يبقى وزن الكيلو جرام غبار عن كيف واحد دال ب تسعة وتماما عشرة يبقى السقل لكيلو جرام تسعة وتماما عشرة د شي وحدة مطلقة كيلو جرام في متر عساية تربيع يبقى سوكل كيلو جرام عبارة عن 9.8 نيوتن يبقى إذا كنت أتحول من سوكل كيلو جرام لنيوتن بضرب في 9.8 ومن سوكل جرام برضو الضيط برضو سوكل جرام عبارة عن 1 في 980 يبقى 980 ضيط يبقى أنا أتعلمت يا سيد محمد إزاي أحاول من أحدى تساقلات ومن أحدى تساقلية ومن مطلقة المطلقة ومن تساقلية المطلقة يبقى سوكل كيلو جرام ده الكلام ده مهم جدا لأبناءنا الطلبة يعني لو عندك قوة مقدرة 5 سوكل كيلو جرام عاوز أحاولها نيوتن أقوله 5 في 9 أو 8 من 10 تطلع نيوتن لو عندنا 10 سوكل جرام عاوز أحاولها للضيط يبقى 10 في 980 يطلع ضيط ده الحتة المهمة تعالي بقى يبدأ شوية متجهات الأول مساءل فيها متجهات لا الأول برضو فيها حتى مهمة كاف الكتلة سابتة ومتغير فيه مراحزات قاف دي في قانونة الأول اسمها كده القوة المحدثة للعجلة أي القوة التي خركت الجسم فعلا القوة التي خركت الجسم فعلا بمعنى إفر الجسم أسان على قوة 10 نيوتن وكان فيه قوة مخاومة 6 نيوتن يبقى لحرك الجسم فعلا كام 4 يبقى هي قاف محصلة العشرة والستة اسمها كده قاف ما هيش قاف المحرك اللي بتشد الجسم لأ اسمها القوة المحصلة للعجلة بدليل إنه ممكن جسم يكون منزلق على مستوى مائل مثلا ويبقى القوة المحركة ليه لأسفل قوة الوزن محصلة فيه بعض الطالب يبتكر إن القاف هي دي القوة لا طيب حاجة تاني لما جاء طبق نيوتن الثاني التازم بالوحدات الثانية قاص بنعلم قاف لازم تكون بالنيوتن كاب بالكيلو جرام جن بالمتر على سنة تربية أو ضيم جرام سنتيمتر على سنة تربية تلات حاجات لو عرفت اتنين أجيب التالت بنفس الوحدة عما جاء عاوزة ما هستخدمه تمام يعني ممنوع منعا باتا ممنوع منعا باتا للطالب إنه يستخدم قانون نيوتن التاني ومشغل بالقوة التساقلية ببساطة عشان ما ينسهاش أبدا لإنه إنت حضرتك لو اشتغلت بقوة تساقلية هيبقى فيه في الطرف الأيصر في المعادلة العجلة العجلة دي بالمتر على سنة تربية أو بالسنتيمتر على سنة تربية عشان ما نحبطش بعضنا هيبقى هي كلمة واحدة من هنا لحد آخر السنة هتشتغل بعجلة كفيهم والكلام ده هتشتغل لوحدات مطلقة مش تساقلية طب هو مديك تساقلية أحولها بقى أحنا تعلمتها أو تمام برضو حاجة تاني لو عندنا انعدمة المخصلة يعني يبقى معنى كده بيقولك إن دال انعدمة المخصلة بكل مرسل على الجسم أي أنه مشتقل كمية الحركة بصفر يبقى معنى كمية الحركة بصفر مقدار إيه ثابت انعدمة المخصلة آه انعدمة المخصلة يعني معدل تغير كمية التحرك بصفر بصفر يبقى في الحد يكاف في عين بصفر مقدار إيه سابت وهناك احتمالين لا ده دي حتة مهمة تيه يعني ناخد وقتنا فيها ليه الجزية الأخيرة آه احنا بدي نتكلم عن معدل تغير كمية الحركة ده قدون تنة التالي طب افرد طلع بصفر يبقى عندي إيه أو إيه يبقى عندنا يبقى كاف في عين تطلع سابتة حلو يبقى في احتمالين لو كاف سابتة يبقى عند سابتة وفي الحد يبقى الحركة منتظمة يعني لما يبقى معدل تغير كتلة في سرعة سابت يبقى أكيد الكتلة في السرعة دي مقدار مقدار سابتة بس ييجي منين بقى إيه احتمالاته يأما الكاف سابتة يبقى السرعة سابتة حلو يأما يأما كاف تيبقى متغيرة وفي الحد دي يبقى الجسم يتحرك تولى حركة بكمية حركة سابتة يلا مرة كمان تاني لو انا عندي المحصلة بصفر يبقى مشتاكل كمية الحركة ما احنا بنقول قاب بسوا مشتاكل كمية الحركة قاب بصفر يبقى مشتاكل كمية الحركة بصفر يبقى معنى كده ان كاف عين بسوا مقدار ايه تسابت ده خلاص الاحتمالات بقى بتاعة كاف عين سابتة لو كاف سابتة تبقى عين سابتة يبقى الجسم ماشي بحركة منتظمة وفي الحالة يبقى العجلة بصفر يعني رجعنا القانون نوتين الاول لو كاف متغيرة يبقى الجسم ماشي بكمية حركة ثابتة تمام طيب نيجي بعد كده بقى أنا هقسم المسائل بتاع نويتنا التاني نوعين مسائل على الصورة الاتجاهية اللي هو متجه قاف بنسوي كاف متجه جيم وخيسات جبريج انت حلاك عارف ان انا سعت بس مع صوت طالب في محافظة بعيدة فأنا سمع دلوقتي أصوات بتقول لك الكاف في عين سابت تبقى الكاف متغيرة ايه علاقة كمية الحركة بالموضوع ده عشان يبقى فن الباب ده أما قدام كاف متغيرة واحنا عارفين كمية الحركة ثابتة يبقى لك سمعت السؤال ده يبقى كاف في عين داس كلها مع بعضها تبقى ثابتة يعني تتغير كاف تتغير عين بحيث حصل دربهم يطلع مقدار يعني يما كاف ثابتة وعين ثابتة يما كاف متغيرة وتبعا لهذا التغير السرعة كمان بتتغير بحيث يصبح حصل دربهم مقدار ثابت طيب مساءل بقى على الصورة الاتجاهية للقانون التاني اليوتي يقولك يتحرك جسيم كتلته الوحدة تحت تأثير قوة قاف تسوي اتنين سين ناقص ثلاثة صاد وكان المتجهين بيسوي ألف نون في اتجاه سين زي ادبه نون صاد يوجد قيمة ألف وضع يوصر سيد محمد الصورة الاتجاهية للقانونية يقول متجه قاف بسوي كاب في متجه الجيم طيب أنا عندي قاف موجودة طيب أنا عندي متجه عين ألف نون سين خده في الصف التاني السانوي لما اشتقى عيني ديك العجلة طيبا يبقى عندنا جيم عبارة عن ده العين ده النون يبقى ألف سين زائد به صاد أنا عندي بقى قاف بسوي كاب جيم قاف عندنا باتنين سين ناقص ثلاثة صاد بتسوي كاب واحد في ألف سين زائد به صاد طالما عندنا متجه بسوي متجه يبقى المراكبة السينية بسوي السينية يبقى ألف بتسوي اتنين وبه سالب ثلاثة طيب مباشر ممكن تيجي حاجة زي كده أكمل مسر طيب مسألة برضو تانية في إطار المتجهات يتحرك جسيم كتلته الوحدة تحت تأثير قوتين قاف واحد اللي بتسوي خمسة في السين زائد به في اتجاه صاد قاف اتنين ألف في اتجاه سين زائد صاد حيث سين وصاد متجهة الوحدة المتعمدين وألف طب ماشي نقولها بقى من الأول يتحرك جسيم كتلته الوحدة جسيم كتلته الوحدة تحت تأثير قوتين قاف واحد تسوي خمسة سين زائد به صاد وقاف اتنين تسوي ألف سين زائد صاد وطبعا سين وصاد متجهة وحدة متعمدين وألفه به ثابتين وكان متجه الإزاحة يعطى كدالة في الزمن من العلاقة متجه الإزاحة فيه بيسوي اتنين نون تربيع زائد واحد في اتجاه السين زائد نون تربيع زائد ثلاثة نون في اتجاه صاد عين ألفه به وكذلك يحسن متجه كمية الحركة للجسم بعد مضي ثلاثة طيب تعال هنا يا سيد محمد أنا عندي هنا أنا عندي أصلا القانون بيه أنا عندي أصلا إن ده كله رغي وحله في مطهة البساطة إن قاف بتسوي أصلا كاف جيد بس كده قاب دي القوى المحصلة اللي هي فين يبقى قاف بتسوي قاف واحد زائد قاف اتنين جبناها ألف زائد خمسة يبقى ألف زائد خمسة سين وبه زائد واحد صاد به زائد واحد صاد يبقى دي قاف أنا عندي متجهة الإزاحة تلاتة نون تربيع زائد واحد صين زائد نون تربيع زائد تلاتة نون صاد هشتقل الإزاحة يديك الصورة تيجي نخلي علي من الغربية خش معنا يشتقل إزاحة أو نعرف طيب هو عايز إيه معانا من الغربية علي أهلا بيك يا علي إزاي كنت سيد محمد إزاي كنت يا حبيبي عامل إيه الحمد لله والله الأجازة عامل إيه معاك الحمد لله والله طيب ربنا يجي زكا بسي الشعبان آه زكا زكا محمد زكا عادي الحمد لله أقمع ممكن أكمل معاك المسألة عادي وعندي سؤال طيب قول السؤال الأول وبعد كده نشوف نتعيب الكامل طيب أنت علي كنت سألتنا من فترة في إيه مركز دايرة دخلة للمسلس ألب بيه جي مش كده طيب اتفضل لحدي يلا لا ما دي زمان يلا بقى أخش كامل الدول وبعد كده نشوف المسألة انت عارب يا علي أن متجه القاف قاف ديت اللي هو الكوة المحفلة بيزيه كافة دي تساوي الكوة الأولى زي الكوة الثانية آه تلعب ألف زائد خمسة سين وبه زائد واحد صار باش جي الفيه بتساوي آه أنا عندي متجه لإزاحة فيه آه هاشتقها بقى جيب ليه السرعة هاشتق الفيه آه هاشتقي الله معنا كده بقى يبقى ستة إيه يبقى اتنين نون تربيع آه اشتقها بقى يبقى ستة نون سين ستة نون أه زائد واحد لأ دي نون تربيع يبقى اتنين نون زائد تلاتة صاط آه آه الفيه الفيه آه هنشتقى عن يجيب العجلة هنشتقى عن يجيب الجين اشتقى لأن كده يبقى ستة يبقى ستة نون لأ مشتقى ستة نون يبقى بكين زائد اتنين في اتجاه صاب اتنين في اتجاه صاب انا عندي بقى قاف بيسوي كاف جين اه قاف عندنا بقى كام بقى قلف زائد خمسة سين سين زائد به زائد واحد صاب الكتلة هنا كام الوحدة اه واحد واحد فيه ستة سين زائد اتنين صاب يلا بقى ايه بيسوي ايه بقى ايه محضولات متجه بيسوي متجه احنا حاوزين نجيب الف و حضوراتك الصوت بس يا في الشعبان الصوت واطا خالص من السانة عقب طيب اهجل الصوت اهو الف زائد مش عندنا قاف بيسوي كاف جين اه يبقى عندنا متجه الحالف ضائف الجين بيسوي متجه الحالف شمال الف زائد خمسة بتسوي ستة ايوا براف عليك نستنفج ان الف واحد اه ودين زائد وبإنهم زي 1 بتسوي كام؟ بإنين يبقى به كام؟ بإنهم تسوي 1 هو بس كان فيه بإتنين نون تربيع زي 1 يعني المشتاقة بتاعتها بـ4 نوم هذي 2 نوم ل 13 يبقى بإنهم وفي الآخر تبقى الألف بسلب 4 40 عموماً قلاص عرفنا الموضوع ده ماشي إزاي فاضل أسجرابان نكتب عندما نوم بـ3 وفضل كمان لما نكتب نون بتلاتة نسمع سؤال علي طيب عندنا عين هنجيب لما نون بتلاتة بقى يلا نعوض بقى عن نون بتلاتة يبقى اتناشر من عند عين اصلا باربع نون سين زائد اتنين نون زائد تلاتة صاد عندما بقى نون بكام بتلاتة عالي معايا يبقى عين بساب يبقى اتناشر سين زائد الاتين بتلاتة بستة وتلاتة يبقى تسعة صاد يبقى متجة تمامة الحركة بيساوي ايه في متجة السرعة في متجة السرعة في متجة السرعة هو عاوز يجيب متجة تمامة الحركة جميل احنا في الغالب مش هنلحق نحل سؤال علي هناخده وان شاء الله نحله في حلقة من الحلقات الخادمة قولي يا سيدي قولي علي مستوى مائل مستوى مائل على ايه استاتيكا باواع القانون الاول لنيوت ديناميكا القانون الاول طب قول المستوى مائل يميل على الأفق بزاوية قياسها هي يميل على الأفقي بزاوية قياسها هي حيث ظاهي بتسوي أربعة على تلاتة ظاهي ظاهي بأربعة على تلاتة وسين وصاد متجهة وحدة وسين وصاد متجهة وحدة الأول في اتجاه خطة أكبر ميل للمستوى إلى أعلى في اتجاه هاي أكبر ميل للمستوى لأعلى والثاني في الاتجاه العمودي على خطة أكبر ميل لأعلى برد وضع جسم وزن واو على المستوى المائل وضع جسم وزن واو على المستوى المائل واثرت عليه قوة 24 سين زياد 10 طال عصرت عليه قوة قاف بتسوي كم 24 سين 24 سين زياد 10 أساط زياد 10 أساط بتحرك الجسم حركة منتظمة بتحرك الجسم حركة منتظمة على المستوى إلى أعلى على المستوى لأعلى أوجد مقدار وزن الجسم أوجد مقدار وزن الجسم والمقاومة ومتجه رد الفار العمودي ومقدار رد الفعز العمودي والمقاومة إذا كانت مقدار المقاومة 4 سوك لكيلو جرام ومقدار المقاومة 4 سوك لكيلو جرام وأن وحدة الكوة المستخدمة هي السوك لكيلو جرام حضرك أستاذ محمد فضل قلت حضرك قلت في مسألة في القرون الأول لنيوتن أن أقصى قوة يولدها المحرك أو أقصى قوة يا جرام العربة بنساوي القوة بالمين يعني هي معلومة ثابتة لما يقولي أقصى قوة أقصى قوة أساوها بالمين طالما القطار ماشي بأقصى سرعة بأقوة قوة قوة جر يبقى معنا كده ماشي بأقصى سرعة يبقى قبت ساوهمهم على طول طيب ماشي أنت يا علي بتسأل قبل قانون يوتن لا لا أقل اسمعني يا علي أنت بتسأل هو ليه القطار أو العربة أو الجسم بشكل عام لما بيكون ماشي بأقصى سرعة له بنقول إحنا في الحل أن القوة المؤثرة على حركته تسوي مجموعة المقاومات اللي بتعوخ حركته تتعيسي سأل كده؟ وهل ما إذا كان هذا الكلام قولاً وحداً في كل المسائل ولا في مسائل مسائل؟ لا يا فندم هو في كل المسائل أنا وإنه قال صراحة أنه الجسم يتحرك بأقصى سرعة أنا باعتبر كلمة أقصى سرعة دي كلمة سر زي ما قلنا أكتر من مرة النهاردة زيها زي يتحرك بحركة منتظمة أو بسرعة منتظمة مدام جاب أخره وإنت سائل عربية كده وجبت دواست البنزين على الأرض جبت دواست البنزين وإنت سائل على الأرض يبقى أنت ممكن تزاود سرعتك بعد كده؟ يعني قفلت الأنبير والعربية ماشي على 180 أو 240 آن كان نوع العربية مدام أنت جبت أخرك وماشي على 240 بأقصى سرعة هل فيه احتمال أدنى احتمال لإنك تزاود السرعة بعد كده؟ معانا علي 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 روح إيه ده أنت روحت؟ ألو إنت معايا سامي اللي إحنا بنقوله؟ الشبكة بس معلش طب معلش أنا بقولك بسرعة كده في عجالة لو أنت سائل مركبة عربية وجبت أخرك وقفلت الأنبير وماشي على 240 ومفيش إمكانية لزيادة السرعة إذن أنت ماشي بأقصى سرعة هل فيه أدنى شك في أنك بعد شوية تبقى ماشي بعجلة؟ أنت جبت أخرة خلاص إذن هذه السرعة سرعة منتظمة يعني إيه؟ يعني القوة اللي مع الحركة أد القوة العكس في النفس الوقت تسمع قوة أقصى قوة جر أقصى قوة جر يعني ماشي بسرعة منتظمة وطلعت أقصى قوة للمحرك المحرك ده قدرته مثلا 118 حصان وإنت زي ما قلت أنه مشوية جبت آخر هذا المحرك فمستخدم في حركتك 118 حصان كله والموضوع ده أنت ممكن تستوعبه أكتر وبالتفصيل لما نخش إن شاء الله لو عشنا في الباب الرابع والأخير في الديناميك سأنا عزيزي محمد برضو في البيت وانت قاعد كده في البيت بالنسبة للقوة هنا لما تحطها لها سورة مركبات خلي اللي 24 في الاتجاه السيني الموجب والعشرة في الاتجاه الساد الموجب حاليا كان لها سورة مركبتين لا ده هو قبل الكلام ده الجزئية البسيطة المهمة دي أنت كده خلاص الجزئية دي تمام معك علي عشان إحنا ممكن نستفيد آه ده علي الرحمة خطاب خلاص إحنا متبقلين يا سيش عبان ما لا يزيد عن دقتين فمش عارب بقى أو أقل حتى والله يعني نتكلم في المسألة دي ولا نختم إزاي تحب لا ما أخد برك والمسألة دي طب من غير حل كده حتى بسرعة إن هنا قاف هنا مركبتين فقاف 24 سين زائد 10 صاد يبلغ 24 في اتجاه السيني الأعلى والعشرة في اتجاه الساد الأعلى أيوة في اتجاه ريه والوزن الأسفل له مركبتين وهو جاة عيب وهو جاة أيوة وجمع بقى السينات مع بعضها والصداد مع بعضها السينات بصفر والصداد بصفر دي طبعا ها يعني إن شاء الله لأنها تبع الديناميكا الباب الأول فإن شاء الله نبدأ بها حتى الكلام بتاعنا كده كده هنكمل بقى الأمثلة بتاعت قانون نيوتن الثاني في الغالب نبدأ نخلصه إن شاء الله في الاسبوع اللي جاي لو فيه إمكانية أنا كنت والله كنت جايب مسألة حتى اللي جات السيافات في 2015 ما اللي هي نستعرضها نستعرضها ولو فيه وقتا ممكن كمان نخش فيه قانون نيوتن الثالث عندنا طبعا أسئلة متبقية قديمة غير الأسئلة بتاعت إنها ده برضو بقدر المستطاع نحاول نغطيها تباعا في الحلقات اللي جاية وكل المعتاد اسمح لي أني أشكرك شكرا جزيلا كمان أشكر كل أصدقائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة على وعد إن شاء الله نحن نكمل كلامنا في الاسبوع اللي جاي إلى أن نلتقي لكم مننا أطيب الأمنيات شكرا جزيلا